برأي المهدس عدف وليد سليمان طبيعه ومنطقي فماذا عن رأي نجم زمالكاوي كبير بحجم الكابتن أحمد حسام ميدو عن وليد سليمان وليد سليمان النهاردة بيشتغل آه في النحية الفنية ما شاء الله نزل جاب جنين لكن ليه دور مهم جدا جواه قط اللبس ان هو يشرب اللعيبة الصغيرة الالتزام ويشربهم الاهلي وروح الاهلي والايدنتيتي والهوية بتاعت الاهلي دور اللعيبة اللي كانت موجودة طالع عارات رجعوا اشتغلوا زي ما كان دور حسام عشورو ودور حسام غالي ودور احمد فتحي ودور شريف اكرامي ودور اللعيبة الكبار اللي موجودين قبل كده فالكورة مش كورة بس حاجات تانية كتير حوالين الكورة لازم حقي وليد سليمان لأنه فعلا لعيب كبير فعلا منهاردة بينزل تحركاته التزامه الكميتمنت بتاعته ما بيقولش بقى انا ببدأتش ليه انا كان لازم ابدأ انا لعيب كبير لأ ملتزم بشكل كبير جدا انا عارف دوره كويس جدا جواه الفرقة جابجوا ليه النهاردة حلوين جدا كل الاولاني جون صعب جدا جدا منه هو يلطشها في الارض تروح وتروح الناحية التانية جون التاني استلم الكورة في حتة اللي انا بقولكو عليها وراح سمدها وحطها بشماله قيمة وديد سليمان موجودة في الاهلي وقيمة اللعيبة الكبار اللي دورها مهم في الملعب ودورها مهمة جدا اللي انا شلحته لحضراتكو برا الملعب عايز اقولكو حاجة اللي قاله كابتن ميدو طبعا ده حقيقي وموجود ومهم يرصد حقيقة حقيقة مهمة لكن يا جماعة ما هو اللعيبة اللي بتخش قلوب الناس بتتحول لأساطير بتتحول إلى قدوة ما هياش بتيجي إلا بالتطحية وانا لما قولوا التطحية مش معنى كده ان هم يعني في النادي الاهلي مش بياخدوا اللي كان فيه مزيادة ولكن لما وليدي تعرض عليه ما بلغ أصبر عارف قيمة الاهلي ما تزغللوش الفوارق دي عارف ان وجوده في النادي الاهلي أثمن من هذي الفوارق اللي حتتعاوض بكرة وبعض بأكتر من كده كتير لما كابتن الشيناوي يقول لك أنا حقعد في النادي الاهلي حده مبطر لما كابتن ساعد ساميري وكرر نفس الأمر لما كابتن محمد شريف النهاردة في ظل الإغراءات يقول هذا لما كابتن عمر السلية عشان كده التطحية دي هي اللي بتخلق قط اللبس هي اللي بتخلق النموذج هي اللي بتخلق الفانيلا هي اللي بتخلق الروح هي اللي بتخلق التلاحم بتلاقي قطة اللبس مش نشاز مش ناس قاعدة بتلبس وحواليها ناس متبرمة او مبوزة في ناس ما بتتكلمش بس تبوز وده كان سم واحد زي منو جسي اللي يبوز لي ويعود لي كده فيه لعبة بيعمل طاقة سلبية لا ده فيه لعبة رماها من وراء ظهر رغم من كان بيحبها جدا عشان البوز هم هو انا كل واصل البوز ده ده رائد ده اعتراض على تزرر صحيح وبتنقل طاقة سلبية ده اعتراض عنيف حتى وان كان صامت بتنقل طاقة سلبية للي حواليك ها ولذلك ساعات النادي الاهلي لما بيقول اللعيب كبير ستوب ما بيقولوش ستوب لانه مش عايزه يكمل لانه عارف انه مش هيقدر يقعد مش هيقدر يتحمل التضحية دي انه يقعد وهو يمارس دور النان بلاين كابتن زي في التنس الكابتن الذي لا يوجد داخل المستطيل النان بلاين الذي لا يلعب ولكنه دوره كبير ومهم ولحظات ف وليد من النماذج اللي بتصدر لك يعني ايه انتماء يعني ايه تضحية وكل اللي قلتهم دول وغيرهم هنلاقي نماذج طلعة على هزي وعلى فكرة على هزي الثقافة والله ربك ده بيلطف بالنادي الاهلي لان النهارده هو ايه بتفرز نفسها اللعيب اللي ما بيستحملش ايوه بيبعد بالزبط اللعيب اللي بيحب ومش بيستحمل هو بيستحمل نظام اه هو اللعيب اللي بيستحمل النظام هو اللي بيغضر فالفلسفة وجوده في النادي الاهلي ويقنع ان ما يعطيه له الاهلي هو اكثر بكسير مما كان يطمح فيه اه في اكتر من كده حاجات بس ما حشك ما تعيش معك النهارده الحمد لله ربنا يكرمك في قعدتك ويكرمك في بشاشتك وقبولك بانك انت بتاخد تلات بطولات في شهر تضاف الى رصيدك تقدر بإذن الله تكملها خماسية بإذن الله اتنين سوفر حتلعبهم واحد محلي واحد افريقي يا رب يا رب تتحققها الخماسية عشان يبقى بقى ايه يعني اكتمال البدر يا أستاذ إبراهيم ان شاء الله طيب مسلماني قال كنت اتمنى اجي بدر شوية عشان ده بمناسبة البدر يعني بمناسبة البدر اجي بدر شوية علشان اكتشف وليد سليمان ده بدري اول استمتع به وهو صغير شوية وقال انه حتى هو كبير يلعب عشر دقايق ما بيعترتش يلعب اي وقت قصير هو ما بيعترتش التضحية بقى هو بيضحي هو عارف قيمة القالي عارف قيمة الفريق عارف دوره داخل الفريق مسلماني يا جماعة نضج وعرفنا كويس قوي وده مش رأي ده رأي ميدو في ناس بتطلع في التلفزيون بتتكلم كتير تقولك ان المسلماني لسه بصمته ما بانتش لا لا بصمته بينا لو انتوا بقى ناس ناس تعطي الكرة الناس اللي بتتفرج على تاكتكس وبتتفرج على كرة صح لا بصمته بينا الراجل بيطلع فلقة الاهلي بتطلع بالكرة من تحت كويس جدا ولما بيضغط عليها ضغط عالي بيعملوا لونج باس ما دروس من الشناوي او واحد من السنتر باكين لو الكرة طلعت معمول على سدر الناس عشان يضرب عشان يضرب الناس وهم معاهم الكرة دايما باكرا يتوب باكليفت معلقين والناس داخلين الوينجرز او الاجنحة داخلين بيستلموا الكرة في القلب زي ما شرحت لحضراتكو وراجل زكي جدا في انه هم الاهلي اتطور بشكل كبير جدا في حاجة اسمها كونتر بريسنج يعني ايه كونتر بريسنج اللي هو الضغط المرتد اللي هو ليفر بول الكرة لما اتقطع مني اجيبها في خمس ست ثواني اجيبها على طول لو شفتوا الجول اللي كان في الاتحاد السكنداري الكرة تقطعب من الاهلي واللي جابوها في 3-4 ثواني وجابوها جون النهاردة الهدف بتاع حسين الشحات لو رجعتوا بالكرة وشفتوا الهدف الكرة كانت تقطعب من الاهلي واول لما تقطعب من الاهلي 4-5 لعيبة بيضغطوا في كل عدة عشان يجيبوها لغاية لما الكرة قطعوها لعبوها لحسين الشحات هيا حسين جاب جون جميل جدا دي بصمة نوسماني لأن الأهلي كانتش بيعمل كما مع فيلر الأهلي مع فيلر لما كانت الكرة بتطقطها منه كانوا بيردوا النهاردة الأهلي لما الكرة بتطقطها منه بيتغطوا في كل حتة في الملعب بيحاولوا جبوها في أصل على وقت ممكن ودي مدرسة لعب ودي مدرسة لعب ممكن يكون السادة المشاهدين وهو بتفرج ما يخدش باله منها لكن أنا دوري ودور الناس المحللين خلينا نقول أنه نعرفك التفاصيل دي وبصمة نوسماني الفنية بالنسبة للناس اللي بتفهم كرة واضحة بالنسبة للناس اللي بتفهم كرة واضحة ولكن أنا عايز أقول حاجة سوز إبراهيم أصو كل واحد بيتكلم بيتكلم على اللي إيه على اللي يعرفه يعني واللي هو نفسه يشوفه لما تكون كل رؤيتك أنك عايز تشوف ترئيسة حلوة بصة حلوة ما تلاقيهش وتلاقي لعب جماعي لكن سريع فيه مبغطة وفيه ضغط وفيه أهداف ما يعجبكش الكلام ده وترجعها إلى قدرات لعبين فقط ميدو حل التحليل بقيق جدا وهي وكأنه موسماني يقول من فضلك هجمني من فضلك اضغط علي عشان اضغط عليك وقطع كرة واعمل هجمة مرتدة في منتاز سرعة يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة هكذا كلاي وهكذا النادي الأهلي الآن